سباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل نخش على الطاقة العامة على طول انت اتغيرت مش اتغيرتي للاسوأ انت اتغيرتي للاحسن فجأة بدون اي مقدمات من واحدة بتزن لوحدة هادية من واحدة بتطلب طلبات كتير جدا اي حاجة بترضى بيها نبدي مثال تاني ما كنتيش محجبة اتحجبتي تغير عموما يعني او كنتي محجبة قلعت الحجاب بدأت تهتم بنفسك او بدأت انت كمان تهتم بنفسك بقيت تهتم بحالك فهو استغرب ايه ده ايه التغيير المفاجئ ده وانا جاي همشي تقومي المتغيرة بص شايفك ايه شايفك ان انت حرفيا مسيطر على حياتك وان انت مبسوط جدا مفيش حاجة هتمشي همشي هتبعد هبعد هتروح لطرف ثالث هروح لطرف ثالث مش لازم الطرف الثالث يا جماعة يكون خيانة ممكن يكون عرض اخر متقدملي وانا مرتبطة ولكن اذا شخص اللي انا مرتبطة معاه شخص بمشي كف مش كويس فانا عايز اسيبه عشان العلاقة كانت بايضة فانت اتغيرت يا برج الحمل اتغيرت وما بقتش بتاع زمان ما بقتش الشخص اللي ممكن يكون ممكن تكون مثلا كان كل ما يجي يمشي تمسك فيه مثلا ما بقتش كده بقت يتمي بنفسك وتسيب كل حاجة بقى ورا ضهرك حرفيا وانك عايز تبتدي بداية جديدة وباصص لقدام مش لورا عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط وانا هبضل كده لا تب خلي بالك بقى انا عندي طرفتين يالله يا عمس مفاجئة مش كده مفاجئة طب هو شايفك كده انت شايفه ازاي بقى بص بقى فيه اختلافات من بينكو على فكرة فيه اختلافات قوية كمان ممكن تكون في التفكير انت شايفه ان هو شخص مش عايز اقول خدعك ولكن هذا الشخص رحل مرة واحدة بدون ادنى مقدمات فجأة 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 راحل من هذه العلاقة شوف الجمال شوف العلاقة اربع وصيان ورد ومسكين ورود وبنحب بعض قلب قلب الصبحة في ثانية في ثانية قلب عليك انت شايفه شخص ايه ده ايه اللي ايه اللي خلاك نعمل ده كله ما انتش فاهم عشان كده انت زي ما تكون مش مصدق انت مش مصدق اللي بيحصل ده حقيقة ده حقيقة انت مشيت من العلاقة فعلا ده حقيقة انت فعلا نهيت مرة واحدة الشخص ده قفل عليك مال نور لو هو قفل عليك اعملك بلوك وكده كل حاجة فجأة مرة واحدة قفل عليك ممكن يكون الشخص ده اكتشف ان انت فيه حد مقدملك عرض وممكن تكون مثلا قلتله بالليل انا متقدم لي واحد ام اعملك بلوك من غير ما يسمع من غير ما يعرف التبرير مشي انو شخص عنيد وما بيقبلش حد يهزمه اصلا اصلا ما بيقبلش حد يهزمه وما بيقبلش حد يقول له انا ماشي هو اللي يمشي بس هو عنده شخص تاني عنده شخص تاني على فكرة فانت شايفه انه هو اختفى مرة واحدة وهد المعبد عالي فيه موت المشاعر الحلوة موت الاستكرار كل حاجة واقع كل حاجة واقع الروسيان دي خليها رملة ومع ذلك هو ما شايفك ان انت شخص اتغيرت بس هو اعتقد يا برج الحمل لو فيه طرف تالت بقى السنريو ده لو هينطبق عليكم هو شعر ان انت اتغيرت للطرف التالت ده مش ليه هو خالص مش ليه هو خالص طيب فيه اختلفات ما بينكم مش عارف يعني اختلفات دينية ممكن ممكن تبقى اختلفات دينية ولكن ممكن تبقى اختلفات عادي فكرية ممكن تبقى اتنين شبه بعض ولكن اختلفات فكرية طيب ايه الشيء اللي هو عايز يعملوه بص بقى بص بقى وركز معا الشخص ده عايز يشتغل على علاقة علاقة قديمة او جديدة هو ما يعرفش حتى الان بس هو عايز يشتغل على علاقة وعايز يبتدي علاقة اصلا وعايز ينهي الصراع ده بقى كفاية بقى كفاية هو فيه صراع ما بينكم فاقريبا كل ما تيجي تتكلموا مع بعض تتتخنقوا حاجة زي كده يعني يعني كل ما تيجي تقوله كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طيقك وكده ويقفل سكة في وشك ويمشي فهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة سواء معك بقى او مع حد اخر ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة حتى الان ولم ياخد ذلك القرار بس بكل بساطة لكن هو كل منيته ينياز الصراع سواء كان ببداية معك او بداية مع غيرك بقى ويمشي ويسيبك انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع خدعك مشي من العلاقة مرة واحدة وانت بداية عايز تتغير على فكرة برج الحمل مش زار وان كنت ما تغيرتش ابدأ انت شخص جميل قوي على فكرة وعندك مشاعر التهيير عايز تتغير عايز تغير حياتك انت شاعر ان العلاقة دي ايوة ايوة انت شاعر ان هذه العلاقة كانت علاقة مملة او مش مملة مش مملة بالمعنى الحرفي ولكن كان بينقصها شيء ايه هو بقى انت مش عارف تحط ايدك عليه يعني هي فيها استقرار فيه اتنين هم واقفين هم مبسوطين بس فيه حاجة جوة العلاقة ديك هتنقص ممكن تكون انت كنت مش فاهمها او انت مش فاهمها حاجة زي كده ولكن انت الان فيه توبة تالجديد انت عايز تتغير وده في العلاق بص ده تمبرونس مع الميشن ده الساحر يعني تغيير واضح وصريح وكل اللي هيشوفك وقولك انت تغيرت انت عايز تستقر يا برج الحمال عايز تستقر انت عايز ممكن نقول ايه عايز تتجاوز وتبتلي بداية جديدة بقى كفاية بقى فيه ازمة فيه ازمة انت عايز تتخلص منها وتفتاح بقى تفتاح وتقعد مالك كده زمانك تخلص من الخناء الفاضية دي تشعر ان هو كل ما تروح تكلمه يروح داحك كده ومش راضي ده عليك طب ليه عامل تاني معي كده او مش طيق مش عايز اشوفك تاني وعلى فكرة برضو ممكن تكون علاقة سلسية هو عنده طرف لكن انت مش عارفة عنده طرف ولا نشوف النصيحة في الإخذان نشوف الكلام ده لكن انت عايز تغير حياتك عايز تستقر عايزة تبقي ام عايزة تتجاوزي بالزبط عايزة تتجاوزي انا مش بغزة والشخص ده ممكن يكون كل ما الشخص ده ما كانش واضح بالزبط كان فيه غموض من ناحية مشاعره ما كنتش فاهمه هو عايز جواز ولا عايز لعب عياله ولا انت عايز ايه بالزبط مش راضي يوضح لانه فيه طرف تاني في العادية العالهقة فيه طرف السوري الثالث عشان كده ما كانش واضح وانت مش فاهم هو بيعمل كده ليه وعادين من كل شوية يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح ما انتش فاهم فيه ايه ايه يا عم اعمال تخرج وتيجي تخرج وديجي انا تويت عشان كده وحاس ان انت اتغيرت اتغيرته ومستعد انك تبني حياتك من غيره خالص انت ممكن تلغيه تمساحه باستيكة انت جايلك عرض على فكرة صح كده انت جايلك عرض خطوبة ده اللي هنشوفه تاني انت جايلك عرض خطوبة عرض زواق صريح فيه شخص جاي يقولك تعالى تعالى بقى انا انا متقدملك وشخص حلو قوي انت عايز تستقر عايز تستقر وتتقدم الامام وتترك تلك العلاقة تترك تلك العلاقة فا 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 لكن هو هو عايز ياخد قرار الشخص ده متردد وعنيد وما بيرساش على بر ويتعب هو تخصص تقريبا كده بيتعب اللي حواليه خلاص بس يغرش في العلاقة يتعب اللي حواليه ويمشي يديك شخص مشاعر يحسسك بان انت ملكة الكون في ايدك وبعد كده يجري يا عام عايز ايه انا معرفش انا عايز ايه انا معرفش انا عايز ايه انت ممكن تكون بتتعامل مع برج ايه يا ربي برج الحوت الكوس برضو وبرج هوائي وبرج مائي وبرج برضو ايه هنشوف تاني السرطان السرطان والطور سرطان والطور طيب هذا الشخص بقى وده الغريب ده الغريب اللي انا عارف ان المعظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتستقل الشخص ده ممكن يكون بيين لك بيين لك انه هو مهمل وانه مش بتاع جواز مثلا وانه شخص متردد وكان فيه طرف ثالث وكلام ده ولكن كانت هذه العلاقة بالنسباله علاقة The Star وعلاقة جميلة جدا وتحقيق امنيات هي كانت امنية امنية في ايه بقى هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة والله مش هزار يعني انت ممكن تكون مش شايف ده وشايف ان العلاقة عشان كده هم متردد يا برج الحم عشان كده مش راضي يرسيك على بار انت كل ما تقوله احنا هننهي ولا هنرجع ولا ولا هنرجع فهم مش عارف محتار لان هو شايفك الاسف كابس والاسف فانتكيلس انت حقيقة في حياته انت حب وشايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حقا حلوة هتبقى علاقة مصمرة شايف كده هي كانت امنية بالنسباله هذي العلاقة هو شايف كده دي وجهة نظره انما انت وجهة نظرك انها علاقة فيها فيها صعوبات بالزبط زي ما قلتلك فيها حاجات فيها ندم فيه شخص بيدي ويجري شخص بينادم اللي معاه لانه دخل معه علاقة اصلا هو ده المعنى الدقيقي وشايف ايه كمان بالزبط انت شايف ان هو كان معلقك وكان ما كنتش فهمه ايوه هو شخص مش مفهوم غامض شخص غامض شخص غامض مش مفهوم شخص متحكم قوي مسيطر ويحب يسيطر على اللي معاه قوي ويمشي على كيفه وانا غامض وهفضل غامض انت متحكمش فيا لو راجل انت متحكمش فيا ولو بسيت ملكش دعوة بيا انا قرر وقت ما قرر وكان معلقك معاه وهو بارد شخص بارد ما بيحسش اوكي انت عايز تمشي بقى انت بصص لحاجه تاني مش بقولك انت فيا حد ما قدمك عرض انت بصص لشئة اخي عايز تمشي وطرحل من هزلة بقى ممكن يكون لان هو شايفها كده فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معاك بعد كل الليلة دي كلها كده عايز بداية جديدة ولكن لم يقرر بعد ممكن في شهر التمانية ما يقررش خالص طيب النصيحة ايه بقى طيب بص يا برج الحمل والكلام ده تاخد به او ما تاخدش به العلاقة دي علاقة ثلاثية طرف ده عنده طرف تاني عنده طرف تاني ماشي وانت عندك عرض فيا حد مقدم لك عرض النصيحة بتقولك امشي بقى من وجع القلب ده انت موجوع على فكرة موجوع مش ظهر فامشي بقى من وجع القلب ده واخد قرار حازم بالرحيل خد قرار حازم انت مش عارف انت كمان محتور خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى بالضبط لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل رح له لان ده العرض الصح ده قدرك ربنا بعت لك عرض لطيف لو متقدم لك شخص تاني خطوبة علاقة تانية علاقة جدة علاقة جدة مش ظهر على فكرة ده لو شخص متقدم لك فدكرتك اصلا دكرتك ارجع بقى لاصلك والذاتك وقفل على الموضوع ده تماما خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده ده وجع قلب الشخص ده هيفضل يروح ويجي يروح ويجي ومش هيستقرر لانه شخص متردد وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه فانت تقول له بص انا هريحك انا مشي اعمل تعمله بقى انا رايح لعرض تاني انا رايح لحد تاني في حد تاني احسن في حد تاني احسن لا اكتر ولا قلب الموضوع صعب الموضوع صعب طبعا الموضوع صعب طب نشوف لك كده لو في عرض تاني العرض ده ايه عشان برضو نبقى متأكدين هلا هناك عرض اخر هات عايز تنزلي اه 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 اتفضل يا سيدي اتفضل يا سيدي على الاستقرار توقم الروح يا سيدي يا سيدي يلا يا عم خطوبة انت عايز تتجاوز مش بقولك انت عايز تتجاوز او انت عايز تتجاوز او مش لازم تكون دي سيدي اعلى و راجل بيتفرد انت عايز استقر لان هنا برضو عندي الراجل اهو بص ده جزد دي ده جزد دي اصلا فلو انت راجل يلا يا عم خشى عليها خشى عليها وقولها مساء الخير مساء الخير فضل الكوبية يلا انطلق يا برب الحمل انطلق هذه العلاقة فيها على وجه قلب شخص ده آآ آآ شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجاته وكانت نجمة ووه ووه ولكن هو مش هيتغير هيفضل الشخص الحيران هيروح ويجي يروح ويجي ما بينك وبانطرف اخر طب وعلى ايه؟ انا ماشي انا ماشي همشي لعلاقة تانية انا عايزة استقر عايزة اتجاوز عايزة راحة مش عايزة واجع قلب عايزين الكارت داي بقى مقلوب يا برج الحمل مش عايزين ده ده وجع قلب ارحل من وجع القلب انا هعتبر الكارت ده مقلوب يا برج الحمل هعتبره مقلوب هعتبرك هدت وعد عليك بعض الفيديو ده انك تقلب الكارت ده وترحل من هذا الشخص ترحل منه تماما اوكي؟ خلينا متفقين على كده خلينا متفقين على انك اراحل من هذا الشخص فيتا وامروح جاي لك فيتا وامروح جاي لك في شخص تاني هيجي لك لكن هذه العلاقة علاقة سلاسية وهتكتشف ان انت احتمال اصلا بعد ما تسيب ازا الطرف هتلاقي خطط او دخل في علاقة تانية احتمال وارد احتمال وارد يعني مسيك جدا يا برج الحمل اتمنى ما تكونش ازعجتكم واتمنى ما يكونش يعني انا عايزاك يبقى مشاعركو يعني ده كارتك راح فين كارتك انا عايزاك تبقى شابه الراجل ده ده كارتك اصلا انت لو جالك حد من برج الحمل شابهك خده عشان ده توقع مروحك خد القرار بقى ورحل من هذه العلاقة يا راب تكون القراءة عجبتكم والقراءة للمرة اسود ومئة ممكن تكون عكسية وشكرا ليكم يا راب ومسيديكم